موسيقى حياكم الله في خليج العرب كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن العمال الوافدة في دول الخليج وتعالت بعض الأصوات مطالبة بترحيلها بعد تفشي وباء الكورونا في أوساطها وعدم تمكنها من الأخذ بالتدابير الاحترازية لاسيما التباعد الاجتماعي نظرا لظروف السكن المشترك وذو الكثافة العالية عند أكثرهم أصوات وصفت بالعنصرية بسبب نوعية الخطاب المستعمل في الحديث عن هذه المشكلة وبالنظر للظروف التي يمر بها العالم فواقع العمال الوافدة وحصتها في التركيبة السكانية لدول الخليج ملف قديم متجدد يكبر يوما بعد يوم ويتعقد أكثر حتى بدأ من الصعب حله لأسباب عدة فهل تكون أزمة كورونا هي الفرصة المناسبة لفتح هذا الملف ومعالجته وكيف هو وضع العمالة في الكويت في الظروف الراهنة كيف ينشط تجار الإقامات الذين يطالب البعض بمحاكمتهم وهل من حلول لمعضلة الخلل في التركيبة السكانية مع حفظ حقوق العمالة الوافدة ودون خطاب عنصري للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أسعد باستضافة الكاتب الكويتي داهم القحطاني قبل الخوض في تفاصيل واقع العمالة ومستقبلها نتابع هذا التقرير ثم نعود على هامش الأزمة ملفات يعاد فتحها واتهامات توزع سرخة غضب تبحث عن متهم ينقسم بإيزائها المجتمع الكويتي لا سيمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتذار عن الإحساس بالنفور من الأجنبي وبين اشتباك جدي مع مشكلة قديمة تمس التركيبة السكانية التي يهددها تجار الإقامات ليستحيل الحديث من لوم الضحية الوافدة إلى اتهام المتاجرين بالبشر أزمة عمرها عقود تجد لنفسها موضعا على قائمة أولويات الحكومة التي تنفذ اليوم أكبر حركة إعادة للمواطنين في تاريخ البلاد ولأن تحديد المشكلات مقدم على مقترحات الحل فالأزمة أكبر من وباء مستجد بل هي كاملة في استشراف مستقبل التركيبة السكانية التي كانت منطلقا لمبادرة عملية للحل فمع بلوغ نسبة الوافدين 70% يشكو الكويتيون من انخفاض نسبة تشغيلهم في القطاع الخاص التي لا تمثل سوى 4% أزمة كورونا اليوم كشفت للمجتمع الكويتي خطورة هذا الوضع كما يشكو صاحب المبادرة من خلل في بناء المدن العمالية مطالبا باستحداث نظام الأولوية الوظيفية وتطبيق ما يشبه الكوتا الأمريكية للأجانب وداعيا لانضباط حكومي في محاربة الشركات الوهمية وربط آلي للعمالة بمساكنها منعا لتكرار مشاهد جليب الشيوخ والمهبولة وقنابل العدوى الموقوطة فهل هو أوان اقتلاع الأزمة من جذورها أم أن المطالبين بالإصلاح خانهم التوقيت سيد داهم مرحبا بك مرة أخرى ملف العمالة الوافدة ملف كبير ومعقد ويفتح بين الفينة والأخرى وهو بالأحرى مفتوح منذ زمن طويل بحسب بعض الإحصائيات نسبة العمالة الوافدة في الكويت تقريبا 70% من عدد السكان 52% منهم من جاليتين فقط نسبة النمو تقريبا 3.5% سنويا كيف تقيم هذا الوضع بهذه الأرقام وهذه المعطيات في الحقيقة هذا الملف تفجر خلال قضية تفشي فيروس كورونا وأصبح يهدد بشكل مباشر صحة السكان في الكويت ولما أقول صحة السكان لا أقصد المعطيين بل المواطنين والمقيمين لماذا؟ لأن ظروف السكن يعني ظروف غير طبيعية من المسؤول عنها هذه مسؤولية مشتركة أصحاب الشركات تجار الإقامات ومزارة الشؤون المعنية في هذا الملف وحتى العمال أنفسهم وحتى الدول التي لديها يعني مصريات عمالية في الكويت الآن نحن نشوف الأثر لكن المشكلة هي مشكلة يعني مترسبة وهي مشكلة عالمية لكن لماذا أصبحت يعني بهذا الوضوح في الكويت وفي دول الخليج؟ لأسباب عدة جزء منها هناك أرضية قابلة لهذا النوع من التجارة التي يعني وصفت بالرقيق الحديث وأنا ما عندي مشكلة إذا تكون موجودة في أي بلد لأن في أي بلد في مداخل مالية وفي نشاط وفي دفع أموال لمشاريع تجد مثل هذه التجارة وتجدها حتى في دول متقدمة لكن أنا مشكلتي مع الطرف المتضرر يفترض الطرف المتضرر أو الدول المتضررة تكون عندها موقف حازم لكن لماذا هذه الدول ما يكون عندها موقف حازم؟ بسبب بسيط لأن الأمر فوضى كاملة والفوضى الكاملة التي تحصل يتضرر منها بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى بلدان الخليج العربي الوضع في الكويت حتى قبل كورونا لا يطاغي أسباب معين سيد داهم أفهم من كلامك بأن يعني الدول التي تأتي منها هذه العمالة هي مسؤولة بشكل كبير عن هذه الأزمة التي نعاني منها في الكويت؟ أنا فقط أردت في البداية كمدخل ألفت الانتباه أنها ليست قضية أن هناك طرف مظلوم وطرف ظالم وأن دول الخليج أو الكويت هي دول فيها نوع من الضلم للعمالة أبداً هذه مسؤولية مشتركة وهذه يعني بالدرجة الأولى يعني الدول التي تتضرر عمالاتها يفترض أنها تحسن ملف من زمن بعيد لكن هذا الملف لا يحسن لماذا؟ لأن هذه الدول تريد بالدرجة الأولى وجود عمالة لها بأعداد عالية في دول الخليج لأن هذا يعني مداخيل وتحويلات واستفادة من التحويلات هذا المشهد اللي ما حد يركز طيب يعني هذه زاوية غائبة في النظر لكن حدثنا عن قانون الكفيل أو قانون الإقامة في الكويت الذي أفرز بشكل مباشر ظاهرة تجار الإقامات يعني الأمر المهم اللي نبي نبه له أيضاً أن هناك عمالة بنسبة عالية تعمل في دول الخليجة وفي الكويت من دون مشاكل عمالة مؤهلة عمالة عندها عقود رسمية إذن المشكلة ليست على كل العمالة هو يتعلق بشريحة من العمالة الوافدة في دول الخليج وفي الكويت على وجه التحديد هي تواجه المشاكل لأن الوضع بحد ذاته يعني مرتبت من أطراف كلها قانون الإقامة أو القوانين الإقامة في كل الدول عندما تشرع لا تشرع من أجل التشدد بالعكس كثير من الدول إذا تلاحظون في الآمنة الأخيرة تسهل من قوانينها من أجل جلب الاستثمار أو من أجل حركة التنوية لا توجد دولة في العالم تضع قوانين لأن هناك من يخطئ الأصل في الأمور الإباحة من وجود داخل النفط تقريبا بالستينات لما بدت داخل النفط تزيد وكذا أتت العمالة في البداية ما كانت عندك مشاكل لأنه في عمل لكن بعد ذلك لما تشبعت الكويت ودول الخليج بالعمالة هناك من يصر على أن يعمل في الكويت حتى مع عدم وجود فرص يعني أنا أفهم أن مهندس طبيب مدرس تقني محاسب يجد فرصة وظيفية لأنه كفاءة لكن لما يأتي أي واحد في دول وأنا ما أتكلم عن دولة محددة تحديدا أتكلم عن دول عالم يقرر أنه يعمل في الكويت لماذا؟ لأن الكويت فيها مداخل النفط طيب أنت عندك فرصة وظيفية لا عندك كفاءة لا أنا عندي قدرة أدفع رشوة للوكيل المحلي في بلدي وهذا الوكيل له تنسيق مع تاجر إقامات في الكويت وهكذا تتم العملية طبعا في شريحة من المثارة حاليا هناك شريحة نعم متضررة الذين يعني يتم إهامهم أن لديهم عقود عمل في دول الخليط نتحدث عن أسباب المشكلة الرئيسية لكن أيضا من أسباب المشكلة أن هناك مجموعة من الوظائف التي تحتل العمال الوافدة مرتبة متقدمة في شغلها من الصعب على المواطن الكويتي أن يعمل فيها على سبيل المثال وفق إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية أعلى عشر مهن يشغلها غير كوتيين هي خادم في منزل سائق سيارة خاصة عامل عادي بائع في السوق عامل تنظيف مباني ومنشآت سكنية عامل زراعة يدوي عامل كهربائي شبكات وضغط عالي ممرض أو ممرضة سائق سيارة نقل خفيف وعمال المراسلات وحمالوا الأمتعة والطرود الآخرون هل ممكن الاستغناء عن هذه النوعية من العمالة وخصوصا أنها أعلى عشر مهن في الكويت هل ممكن الاستغناء عن هذه النوعية لصالح المواطنين الكويتين؟ هل يمكن الاستغناء عن هذه المهن في أي بلد في العالم؟ يعني الدول التي تأتي منها العمالة من يعمل في هذه المهن؟ أهل البلد نفسهم أهل البلد يعملون فيها؟ أهل البلد هم الناس اللي عندهم ما عندهم تعليم كافي ما عندهم فرصة أنهم خذوا تعليم فهذه طبيعة الأمور يعني في الولايات المتحدة هذه المهن أغلبها يعمل فيها المهنين من المكسيك يعني ليس خطأ أن يعمل فيها هذه طبيعة الدنيا العالم مفتوح واقتصاد السوق يعني هذا يعمل العالم ليس خطأ أن تتوفر هذه الفرص في أي بلد دام هناك مداخيل الخطأ أن هناك من يريد أن يجعل دول خليد يعني كأنها مقر عمل ثابت ومنضمون في أي وقت وفي الحقيقة احنا عندنا يعني في بعض الدول عندنا مثلا يعني في مصر عندنا خمسمائة أو ستمائة ألف يعني مقيم مصري يعمل يعني بكل احترام ولديه عقود لما تفتح الأبواب لكل المصريين أو كل الهنود أو كل باكستان اللي يعملوا في الكويت بدون تحديد من المتضرر بالدرجة الأولى ليس فقط أهل البلد أو يعني الوابع الاقتصادي المتضرر أيضا هؤلاء المقيمين هؤلاء أيضا طرف ما حد يتكلم عندهم وإحنا عندنا في الكويت يعني جرائم ارتكبت من العمال هامشية المتضرر فيها المقيمين يعني صارت عندنا قصص كثيرة لذلك أنا حتى بس يعني أكون محدد هذه قضية شاملة لا تتعلق في بلد ولا تتعلق في أنظمة نعم هناك قصور حكومي وأنا أول تقرير قريته يعني مفصل ناقش مجلس الأمة كان في مجلس الأمة 1992 تقريبا في 1995 أو 1996 وعطى تقرير كامل وعطى يعني تفصيل لهذه الظاهرة وأسبابها لكن إحنا مرة ثانية إحنا يعني هذه شؤون الدولة يعني هناك ما يعرف بالتفكير المركزي أو التنظيم المركزي يعني إحنا ما يصير ناقش خضية العمالة ونعزلها عن قضية الاقتصاد أو عن قضية القوانين التي تنظم العلاقة بين الدول أو حتى عن الديمقراطية لأن جزء من هذه القضايا تتعلق بالفساد فلذلك يعني هذا أمور مترابطة لكن لا ينظر أنا أرجو أن لا أحد ينظر من هذه القضية أن هذه القضية يعني أن هذا البلد مثلا عنصري تجاه جلسية معينة أنت ذكرت بأن هناك أطباء وهناك مهندسون وهناك يعني يأتون وفق عقود حقيقية وعمل حقيقي لكن أيضا برز مصطلح العمالة الهامشية أو العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل كيف هو وضع هذه الفئة عندما نتحدث عن العمالة الوافدة نقصد هذه الفئة الزائدة عن حاجة سوق العمل ما هي نسبتها؟ ما هو ضررها؟ ما هو سبب وجودها؟ يعني أسباب وجودها عديدة من ضمنها أن بعضها يأتي يعني عن طريق دفع مبلغ معين لوكيل محلي في بلدان هذه العمالة ومعتاج الإقامات وهو يعلم يعني بعضها يعلم أنه ليس لديه عمل وأنه راح يدبر نفسه بنفسه كما يقال وجزء منها تكون يعني تابع لعمالة أتت لمشروع معين حكومي وغير حكومي وانتهى هذا المشروع خلال سنتين أو ثلاث فأرادوا أن يستمرون والإقامة يعني تتيح لهم ذلك وبعضهم وهذه نقطة مهمة نعاني منها في الكويت وفي دول الخليج بعضهم خارج النظام يعني تنتهي إقامته ولا يعدل أوضاعه ويجمل لذلك دول الخليج في كل فترة تسمح بعودة هذا وحالياً حالياً فقط حتى أشرح الصورة للمشاهدين العرب الآن الكويت أعطت ما يعرف بالعرض الذهبي ما هو؟ اللي هو إذا كنت مخالف الإقامة ما عندك إقامة أنت تأتي ما تدفع غرامة إحنا نسكنك وندفع يعاشتك وإحنا ندفع تذكرتك إلى بلدك هذه ما تتصير هذه حتى يعني بلدان متقدمة التي ترفع شعارات حقوق الإنسان ما تعملها الكويت عملتها جزء منها إيمانها يعني بحقوق الإنسان وجزء منها أن هذه العمالة أصبحت يعني عبء كبير على الخدمات على المجتمع الكويتي وعلى القطاع الصحي نحن في الكويت يعني إحنا لما نقول الكويت والعمالة ترى إحنا نتكلم عن تجار يعني مستفيدين تجار إقامات مستفيدين قلائل بالعشرات أو لنقول أقل حتى من المئات هم بالعشرات عدداً لكن تأثيرهم يعني تأثيرهم على عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف من العمالة يعني تحت هؤلاء التجار وإن كانوا قليل عددهم وتأثيرهم أيضاً على الكويتيين هناك جرائم هناك جرائم مخدرات هناك ضغط على الخدمات وهناك ضغط على الخدمات الأساسية وهناك قطاع كهرباء بسبب أن يعني المنطقة الوحدة اللي مفروض يسكن فيها مثلاً 30 ألف 40 ألف يسكن فيها 70 ألف فهذا ضغط على نظام الصحي ونظام الكهرباء والماء والصرف الصحي وحتى أقرب الصورة حتى في البلدان التي أتت من هذه العمالة هناك من يشتكي من وجود يعني ما يعرف بالعمالة المحلية وتركزها في مناطق معينة في وسط المدينة أو في بعض المدن الآن تفجر الملف مرة أخرى هل الوقوع أزمة كورونا والتي اجتاحت العالم هو الوقت المناسب للحديث عن هذه المشكلة أم من ال لأن هناك أصوات أخرى أيضاً تقول يجب تأجيل الحديث عن المشاكل في هذا الوقت والحديث فقط عن أزمة كورونا وكيف نعالجها بعيداً عن أي أزمات أخرى هل ترى بأن طرح أزمة العمالة الوافدة ضروري في هذه الفترة ضروري جداً ضروري جداً لأن النظام الصحي في الكويت لا يحتمل لا يحتمل هذا العدد من المرضى يعني من العمالة الوافدة ولولا الأجراءات غير المسبوقة والاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية كان الملف صار أعنف أنت تدري أن تقريباً ألف يعني نحن عندنا في الكويت تقريباً ألفين ويعني ألف أعتقد يمكنه ثمانمية وكذا ألف منهم فقط من الجنسية الهندية ألف إذن الكويتين عددهم تقريباً أربعمية من أصل هذا المجموع إذن نحن الآن نواجه مشكلة وهذه المشكلة لا تواجهها فقط في الكويت أنت تعلم أن أستراليا طلبت من جميع الأجانب حتى الطلب الرحيل ودول كثيرة يعني في بريطانيا وفي أوروبا لا توجد أولوية للمكيمين لا توجد نعم يعطونك الدولة بس الأولوية ليست لك إذا ما كنت تدفع الأولوية حق ابن البلد في بريطانيا وهذا أمر معلن لذلك هذا الحديث وبعدين نحن على فكرة حتى تكون الصورة واضحة لا يوجد ترحيل للعمالة الآن الملف يعالج مع من العمالة المخالفة التي لا وجود لها في النظام القانوني طيب هناك أصوات تعالت على الأقل بالخطاب في بعض الخطاب الإعلامي يطالب برحيل الموجودين يعني دون تمييز ودون تفصيل أو كل من ثبتت إصابتهم أو حتى العمالة بشكل مطلق ووصل للمطالبة ربما سمعنا في الإعلام وأحد الثجة إلى رميهم في الصحراء أو رميهم خارج البلاد إلى آخره كيف تعلق على الخطاب المصاحب لحل هذه المشكلة؟ يعني الكلام عن رميهم في الصحراء يعني وما في رمي الصحراء أنهم يعني يعزلون بعيدا عن المناطق أنا لا تبدأ هذا الخطاب لكن هذا الذي قيل عزلهم في مناطق بعيدة عن السكان لأن لديهم نسبة عالية من انتقال المرض للكورونا وهذا ما ثبت فعلا العمالة الوافدة معظم الكورونا في العمالة الوافدة التي كما شرت في بداية حديثك تعيش في ظروف يعني سيئة باختيارها يعني بعضهم حتى عنده دخل يستطيع أن يسكن في غرفة واحدة لكن هو حتى يعني أرخص له فيروح يسكن يعني في مشترك وحنا شفنا في غرفة واحدة في حد التقارير التلفزيونية سبعتائش شخص في غرفة واحدة لذلك هذه المطالبة لكن أنا يعني إحنا بعيدا عن الكورونا هناك مطالبات سابقة يعني بتعديل ما يعرف بالتركيبة السكانية وهذه المطالبات يعني موجودة في دول عدة ليست فقط في الكويت الأردن تمت المطالبة فيها لبنان لبنان تتذكرون المطالبة التي صارت في تعديل التركيبة السكانية ودول أخرى تعديل التركيبة السكانية أنت تعلم أنه في الكويت الآن أنا ما أتكلم عن الإمارات الإمارات النسبة أعلى في الكويت هناك من كل عشرة سبعة مقيمين وثلاثة من أهل البلد وهذه نسبة خطأ كبير لأننا نحتاج إلى العمالة الوافدة في مناحة عديدة لكن ليست بهذه النسبة لماذا؟ لأننا لدينا مشكلة في دول الخليج دول الخليج الضرائب غير مفروضة دول الخليج أنت تستفيد من الدعم الذي يقدم للكهرباء ويقدم للوقود والبنزين وغيرها لذلك أفضل شيء أنك تسكن في دول الخليج ولذلك نحن غيرنا المسمى لأن هناك من كان يريد أن يهاجر إلى الكويت يعني أنت تعرف هناك العمالة المهاجرة والعمالة الوافدة الكويت حتى غيروا المسمى نحن كانت عندنا الإدارة العامة للهجرة أنت تذكر أخي علي دكتور علي غيروا الاسم إلى الهيئة العامة للعمالة لماذا؟ حتى لا يحسب علينا دولين أنها عمالة مهاجرة فتطالب فيها هذا جزء بالمشكلة سهولة الحياة يعني فبدأت دول الخليج يتخذ إجراءات وأنا يعني ودي إذا تسمح لي بس أشيري لنقطة مهمة أو يمكن آتي عليها في سياق الأس رئيس لجلس تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية كشف عن إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي في إطار التوجه لدى الدولة لدعم مواطنيها وضمن سياسة التكويت يعني في آخر عامين تقريبا تم الاستغناء عن 4,640 وافد في آخر سنتين كيف تقيم الخطط الحكومية لمعالجة هذه القضية شوف أخي علي دول الخليج دول مجلس تعاون اتخذت قبل عشر سنوات قرار بيجعل الإقامة خمس سنوات فقط وكانوا يستهدفون الإقامة الأسوية وهناك وزير يعني بحريني أعتقد اسمه العلوي كان يتولى هذا الملف بشكل مهم ليش؟ لأن هناك تأثيرات اقتصادية هناك تأثيرات اجتماعية هناك تأثيرات هذا الملف مفتوح على نطاق دول مجلس تعاون لكن للأسف افشلوا فيه لأن العملية لم تأخذ بشكل جدي ولذلك الخطط اللي حطيتها الكويت يعني طبيعي جدا مع يعني ازدياد نسبة الشباب الكويتين اللي ما عنده عمل أحيانا الشاب الكويت يقعد 3,4 سنوات ما يلقى وظيفة وهناك خطط لاستبدال لا علاقة لها بالعنصرية وهذا وضع طبيعي ولا يمكن قبولا أن تأخذ خطط الاستبدال في سياق الطرح العنصري هذا أمر تنظيمي بحت لذلك أنا أعتقد يعني قضية العمالة قضية لم تفتح فقط يعني مع تفشي فيروس كورونا هي قضية تجددت قضية تجددت لكن أريد تقييمك للخطط الحكومية الحالية أولا هل هناك خطط جادة؟ هل تطبيقها جاد؟ كيف تقيم هذه الخطط؟ يا عزيزي دول الخليج يعني من المعاناة اللي يعانونها الشعوب الخليجية أن هناك من يتعامل مع دول الخليج كأنها منجم ذهب فقط تأخذ منه الأموال ولا تقدم البديل ودول الخليج تستنزف باسم هذا الطرح لذلك إحنا عندنا مشاكل كثيرة في حتى مفهوم الدولة الدولة الرعية هل إحنا مجرد مقر عمل للعالم كله؟ يعني دول الخليج يعني تعاني جدا من قضية العشوائية في قضية العمالة لا يوجد تخطيط مركزي في هذا الجانب الحكومات مثل يعني اللي لما تشعر بالألم تتحرك شوي ولما يذهب الألم وتستقر الأمور تبدأ بالتراخي ويعني أنا فقط إذا تكلمنا على الحصائيات الكويت في سنة 2016 دخلها 750 ألف من العمال الوافدة في سنة واحدة وهذا طرح في إحدى الاستجاوبات عندنا الناب الحميد السفيقي طرح هذا بشكل واضح وأنا دعني أقولها بكل صراحة النواب يعرفون المشكلة الحكومة تعرف المشكلة والمفاجأة الناس يعرفون المشكلة الشعوب الخليجية تعرف المشكلة ولا تتحرك طيب إذا كانت دعنا نتكلم عن الحلول الآن لأنه أوشك الوقت على الانتهاء إذا كانت النواب البرلمان يعرفون المشكلة والحكومة تعرف المشكلة والناس تعرف المشكلة من الذي سيحل هذه المشكلة؟ وكيف؟ أنا أنا أعتقد هذه المشكلة الدولة الدولة يجب أن تقرر أن تحل هذه المشكلة بشكل جذري ما أمكن ذلك لأن في بعض المشاكل لا يمكن تحللها بشكل يعني مئة في المئة الثنين وأنا ليش أقول لك أنا التخطيط المركزي الآن التيارات السياسية في الكويت أضعفت التيارات السياسية في الكويت في فترة معينة كانت تتولى بعض القضايا المهمة التي تتعلق في الخدمات وغيرها الآن التيارات السياسية ضعيفة في الكويت لذلك من يتولى أما الحكومة وألا فلا أو الناس يطرحونها في تويتر أو في الرأي العام من دون تأثير حقيقي لذلك أنا أعتقد الدولة يجب أن تتخذ قرار صارم أعضاء مجلس الأمة والمرشحين في الانتخابات القادمة 2020 والنخب يجب على النخب أنها تتحرك وتتبنى هذه القضية لماذا نتبنى قضايا الديمقراطية والتصويت والصوت الواحد وهي القضايا المهمة ونترك القضايا التي تمس الإنسان بشكل مباشر عندما أرى أنا فوضى في العمالة وهذه الفوضى تضر العامل المسكين وتضر المواطن وتجعل من الحياة في الكويت بدل أن تكون حياة هانئة تجد فيها المشاكل أنا لو أقول لك المشاكل أنا أعلم أن جزء من العمالة مظلومة لكن جزء أيضا من العمالة هي سبب في المشكلة أنا لو أقول لك المشاكل التي يعانيها الشعب الكويتي بسبب هذا الوجود العشوائي للعمالة نعم الأحداث كثيرة والوقاعة أيضا كثيرة والحديث عن العلاج ربما يطول لكن للأسف انتهى الوقت السيد داهم القحطاني الكاتب الكويتي شكرا لمشاركتك معنا حياكم الله يا أهل أمر والشكر لكم أيضا موصول أعزائي المشاهدين نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي نلقاكم في الأسبوع المقبل دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر